أول مشكلة بتوجهك لما تجيب آيفون جديد وهي نقلøre داتا بين آيفون الأديم والآيفون الجديد وبالتحديد محدثات الواتساب وأكيد محتاج المحدثات دي بالفيديو والصور وغيرهم احتاج المحدثات دي أنقلها على آيفون الجديد بدون أي مشاكل لو ما عندكش علي مساحة لقيت كلاود أو غيره اسمتلك تطبيق الإترانسور فور واتساب دي بأنك التشاكل هي موجود في والإ Liv Eating وتقليل مسبت خلينا اذهب الي بالكمبيوتر ونرى ها بيتم ازاي بعد تحميل البرنامج من اللينك الموجود في ديسكريبشن هتسطبه زي برنامج عادي ودي الوجه بتاعت واتساب بيزنس واتساب العادي وغيره هنختار واتساب مزينشار ودي الوجه هيتطلب مني ان انا اوصل الجهازين جهاز المنظر والجهاز الهدف تعال نوصل الجهازين انا حاليا وصلت الجهازين بالكمبيوتر بتاعي وبالفعل ارى الجهازين معي بدون اي مشاكل وطالب مني دلوقتي ان انا ادوس على كلمة نقل عشان ننقل المحادثات من الواتساب القديم او من الايفون القديم للأيفون الجديد هدوس كلمة نقل بكل سهولة بدون اي تعقيدات وهدغط على كلمة متابعة ومن هنا بدأ عملية التجهيز الايفون القديم عشان ياخد الداتا مني وحطها لأيفون الجديد بيعمل عملية سحب الملفات من الايفون القديم ويخزنها على الكمبيوتر ومن خلاله بيبدأ يحولها للأيفون الجديد عندي بدون اي مشاكل العملية ده تستغرق حوالي مثلا دقيقتين او تقريبا حاجة زي كده وبعدها هتلاقي النقل تم بدون اي مشاكل طبعا الننكات زي ما قلت لك موجودة في الدسكريبشن والتعليم المثبت تقدر تحمل من خلاله دلوقتي عمل عملية سحب من الايفون القديم وبيجهز الايفون الجديد بيعمل عملية اعداد للملفات وبالفعل هنا زي ما انت شايف نقل الملفات كلها محادثة الواتس كلها بالصور والفيديوز وكل حاجة على الايفون الجديد هدوس على كلمة انهاء لكن الجهاز ده عمل ريستارت وده طبيعي جدا ان يعمل ريستارت عشان يهيئ نقل الملفات للايفون الجديد وبكده اكون عملية نقل من الايفون القديم للجديد بكل سهولة عن طريق برنامج اي ترانسور فور واتساب بدون اي مشاكل خلونا نشغل المحادثات الواتس اللي اوريالك دلوقتي اللي هي محتاج اننا نقلها بالفعل زي ما انت شايف هي ده المحادثات اللي انا عايز نقلها والجهاز التاني معايا فتح وخلينا نفتح الواتساب ونشوف المحادثات اتنقلت زي ما احنا عايزين ولا لا تعال نفتح الابليكيشن وهدوس على كلمة الموافقة والمتابعة وهنا كلمة سماح وهنا اختار الرقم بتاعي وبعد ما اخترت الرقم هدوس على كلمة متابعة وهستنى بقى ان تجي لي رسالة هدوسه تم طبعا وهنا يبعط لي رسالة علشان يقدر يعرف الواتساب على التليفون بتاعي هستقبل الرقم وارجع لكم تاني وبالفعل وصلنا للرقم وهدوس على كلمة متابعة وحاليا بيبدأ يعمل عملية اعداد للواتساب وبالفعل هستلم الواتساب والرسائل كلها لها موجودة على الايفون الجديد هبدأ دخل الاسم بتاعي عادي خالص للواتساب اللي انا كده كده مسميه فعلا هدوس على كلمة موافق وزي ما انت شايف هتلاقي المحادثات كلها هتنقلت بالصور بدون اي مشاكل الصور اللي كانت عندي هنا اتنقلت على الايفون الجديد زي ما انت شايف بالزبط وخليني برضه اوريك المحادثاتين يعني على الايفون القديم والايفون الجديد عشان تتأكد اكتر ان الاثنين فعلا توصلوا او يعني اتنقلوا بشكل مباشر بين الجهازين زي ما انت شايف الرسائل اللي موجودة هنا موجودة هنا فعلا بدون اي مشاكل وده معناه ان تمت عملية النقل بنجاح وبس كده هديك انت كل حاجة في فيديو النهاردة عن تطبيق اي ترانسور فور واتساب فاتمنى اكون الفيديو افادك وعجبك وهيبي فكارك باللينكات التحميل الهات اللي هي موجودة في الديسكريبشن والتعليم المثبت ستاج بها تعمل لايك شير في القناة وادفعلك جرس اشترك معي كل جديد وانتعمل ان شاء الله في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة